بسم الله الرحيم والصلاة 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 والرحمة العالمين كيف يحصل المؤمن في أقالي من 20 سنة أكتر من 300 أو 400 مليار حسنة وكمان عظما جدا من مغفرة وفي قليل من دقيقتين على مدار اليوم بعد الصلاة يحصل حوالي 3000 مليار حسنة يعني 3 و جنبها 15 صفر بلا مبلغة وكمان عظما جدا من مغفرة أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا خلق الإيثار أن نؤثر أخوانا المؤمنين عن أنفسنا وندعا لهم لظهر الغيب ويكون في ذلك ثواب عظيم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث والحديث صححه الهيثمي قال عليه وسنده جيد وحسنه الإمام الألباني من قال اللهم مخفر للمؤمنين والأممنات كاتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة لأنك لو قلت الله مخفر لأخي أحمد أو أخي محمد أنت تركت يعني أنت تركت الدعاء لنفسك ودعت له ودعته بظهر الغيب بدون مصلحة وأحسنت له وطرع ما تقول له ما ممكن ربنا يستغيب ويكون دعائك ده سبب في المخفرة له فلا أقال من أن يعطيك الله سبحانه وتعالى حسنة حسنة وتقولت الله مخفر فقل حسنة بعشرة والله يضعف لما يشاء فلو أنك قلت دعاء جميعا اللهم اخفر للمؤمنين ومؤمنات وخلصا للنية محتسما للأجر أعطق الله بكل مؤمن ومؤمن على وجه الأرض حسنة لما لو قلنا لو أنت قلت بعد كل صلاة عشر مرات اللهم اخفر للمؤمنين ومؤمنات مش هتقول بقى المؤمنين ومؤمنات بس ده هتقول اللهم اخفر للمؤمنين ومؤمنات عشرة مرات مش هتخب منك عشرين ثانية زي عملنا بقينتو دلوقتي طب ونهي أنا بقول من لدن آدم حتى تقوم الساعة ليتضعف ليتضاعف الثواب وأضعفا كثير طب دلوقتي في مليار ونص أو أكثر مسلم على وجه الأرض يبقى أنت لو قلت اللهم اخفر للمؤمنين ومؤمنات بخلصة للنية محتسة من الأجر ربنا سبحانه وتعالى عديك مليار ونص حسنة طب لو قلت لو قلت عشر مرات يبقى هتاخد خمستاشر مليار حسنة طب بدل حسنة بعشر يبقى مية وخمسين مليار حسنة طب لو قلت اللهم اخفر للمؤمنين ومؤمنات من لدن آدم حتى تقوم الساعة تضعف السواب وأضعفا كثير لانت أصبت المؤمنين الذين كانوا قبلنا والذين سيأتونا من بعدنا إلى يوم القيام وطبعا ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم تصورنا اليوم لما هتقوم كمال ألف سنة مثلا يعني وإن كانت الظروف وأحوال الناس لوقتي فلا تحتمل ذلك يعني ربما يكون أقل بجزير من ذلك لكن الله أعلم ف يبقى شوف بقى حين قلت سبع مليار شوف المسلمين حيبوا كام وشوف الحسنات تتبدئة يبقى المية وخمسين مليار حسنة دور ممكن يبقى ممية مليار حسنة خمس مليار حسنة ادراف خمس سلوات وحوالي ألفين أو تلات تلاف مليار حسنة بلا مبلغة فضلا عن كام عظيم جدا من مغفرة لأن كلما قلت الله أخفلهم مين أو منات أو أخفل ووكر الله لك ملكا يقول لك أو لك بمثل أو لك بمثل وتحصل كامل عظيما جدا من مغفرة لأن لأن يكون العبد أكرم أكرم من رب العمي سبحانه وتعالى أبدا يخفر لك قبل أن يخفر لأخيك المؤمن دي طريقة غير مباشرة عشان حصل كامل عظيم جدا من مغفرة لنفسي يعني ملك الحسنات الذي هو أمير على ملك السيئات يجلس على كاتفك الأيمن ويسمع كلما قلت الله مخفل ومنات قالوا لك ولك بمثل ولك بمثل ولك بمثل يبقى حصلت كامل عظيم جدا من الحسنات وكامل عظيم جدا من مغفرة بعمل يسير جدا وهذا من الفقه أن يعمل المؤمن وعملية يسيرة وحسوا بها ثبابا عظيم فنحكتب لكم الحديث دا تحت الفيديو في الفوصف انسقوه ونشر هذا العلم في ثبابا عظيم ونعلم علما فإن هو أجرع ما عمل بيه ومن القيامة لا أقول ذلك من أجرم شايت وشوش تفعيل الجرس واشتراك في قناة أصلا لكم كل جديد وتساعدوني عن نشر نشر السنة النبوي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم